الجيش الوطني يصد هجوماً لميليشيا الانتقالي في أبيان معارك عنيفة في مأرب والجيش يدمر مخازن ذخيرة وغرفة اتصالات للميليشيا واتفاق الرياض في مهب الفشل منذ عام كامل نشرة الأخبار من يمن شباب أهلاً بكم قالت مصادر عسكرية ليمن شباب إن ستة جنود من القوات الحكومية تشهد وأصيب آخرون في تجدد المعارك مع ميليشيا الانتقالي بين مدينتين زنجبار وشقرة في محافظة أبيان وبحسب المصادر التي تحدثت ليمن شباب فإن المواجهات العسكرية تجددت بين القوات الحكومية وميليشيا الانتقالي منذ ساعات الفجر الأولى في عدد من الجبهات بمناطق الشيخ سالم والطرية وأضافت أن ميليشيا الانتقالي نفذت هجوماً مباغتاً استخدمت فيه الدبابات وقذائف الهون واستهدفت مواقع عسكرية تابعة لقوات الجيش في منطقة الطرية ما أدى إلى تجدد المواجهات العسكرية بين الطرفين من جهة أخرى ذكرت مصادر أن ثمانية جنود تابعين لميليشيا الانتقالي بينهم قائد سرية قتلوا وأصيب آخرون في المواجهات وفي السياق طالبت القوات الحكومية لجنة المراقبة السعودية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في المحافظة برصد الخروقات المتكررة لميليشيا الانتقالي خصوصاً أنها جاءت بالتزامن مع وجودها في مدينتي زنجبار وشقرة ندد ثوار مدينة تعز بفشل تنفيذ اتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية والمبرم بين الحكومة الشرعية وما يسمى بالمجلس الانتقالي في نوفمبر 2019 تزامناً مع ذكرى السنوية الأولى للاتفاق وفي وقفة نفذها الثوار عقب أدائهم شعائر صلاة الجمعة في ساحة الحرية رددوا شعارات طالبوا فيها بسرعة تنفيذ الاتفاق باعتباره حاجة ماسة من أجل توحيد القوى في صف الشرعية والتفرغ لمعركة الدفاع عن الجمهورية من الانقلاب الحوثي وطالب الثوار المملكة العربية السعودية راعية الاتفاق بإيجاد آلية لتسريع تنفيذه بشقيه السياسي والعسكري والاهتمام بالملف اليمني وإنهاء الانقلاب الحوثي الذي ما زال مستمراً منذ أكثر من ست سنوات أين التحريب يا شرعية؟ أين التحريب يا شرعية؟ أين التحريب يا شرعية؟ جددت ميليشيا الحوث الإنقلابية مساء اليوم قصفها العشوائية على الأحياء السكنية في مدينة تعز مصادر محلية قالت ليمن شباب إن الميليشيا شنت قصفا مدفعيا مكثفا على عدد من الأحياء السكنية شرق المدينة موقعة أضرارا مدية في ممتلكات المواطنين في السياق تتواصل مناشدات المواطنين للمجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية بالتدخل لإنقاذهم من الاستهداف الممنهج الذي يطال حياتهم في مختلف الأحياء والأسواق والمدارس وطالب الحكومة الشرعية بتحركات عاجلة وضرورة حسم الحسم العسكري واستكمال التحرير يأتي هذا القصف الذي تشنه الميليشيا تزامنا مع تجدد مواجهات متقطعة مع قوات الجيش الوطني في جبهة الأربعين شمال المدينة كشفت مصادر سياسية يمنية رفيعة أن التحالف العربية بقيادة السعودية يضغط باتجاه إجراء تعديل في اتفاق الرياض وتحديدا فيما يخص الجوانب العسكرية والأمنية وأكدت المصادر وفقا للعربي الجديد أن تعثر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وفق اتفاق الرياض يأتي بسبب التغيرات الحاصلة في المنطقة والصاحة الدولية ومنها نتائج الانتخابات الأمريكية التي دفعت نحو تراجع في هذا الملف ما عرقل إعلان الحكومة الجديدة إضافة إلى عدم وجود نية لدى السعودية في الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض رغم بروز بوادر حلحلة الملف العسكري وفي السياق أيضا كشفت المصادر عن محاولات جديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث لإحراز تقدم في مشروع السلام في اليمن قبل انتقال السلطة في الولايات المتحدة منعت القوات الإماراتية المتواجدة في بلحاف وفد الصحفيين العالمي من زيارة منشأة بلحاف الغازية برغم موافقة الشركة لهم على زيارة المنشأة مصدر صحفي مرافق للوفد الإعلامي الغربي أكد تذمر الصحفيين من منعهم من الدخول وإرجاعهم بعد سماح السلطات المحلية في شبوى لهم بالذهاب والدخول وموافقة الشركة على الزيارة المصدر أكد انتشارا للمدرعات الإماراتية أمام البوابة الرئيسية للمنشأة وعدد كبير من الأفراد المسلحين في الأسوار والسواتر الترابية المحيطة بها اتهمت لجنة الاحتجاج في محافظة المهرة السعودية بالاستمرار في السيطرة على المعسكرات واستقدام التعزيزات العسكرية والاستلاء على الموانئ والمنافذ في المحافظة الحدودية مع سلطنة عمان وتوعد رئيس لجنة الاعتصام بالمهرة عامر كلشات بالتصعيد ضد السعودية وقال إن اللجنة ستلتقي بالسلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية خلال الأيام المقبلة لمعرفة تواجد القوات السعودية في المطار والمنافذ والموانئ مضيفا أنه على ضوء اللقاءات سيكون التصعيد وجدد كلشات في اجتماع موسع للجنة يوم الخميس مطالب لجنة الاحتجاج برحيل القوات السعودية من المهرة وقال كنا أولا رافضين لتواجدها منذ وصولها المهرة عام 2017 ومازننا نطالب برحيلها وسنواصل بالعديد من الفعاليات الرافضة لها خلال الأيام المقبلة ويأتي هذا التهديد من قبل الاحتجاج في المهرة بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لحادثة الأنفاق التي شهدتها المحافظة في الثالث عشر من نوفمبر للعام 2018 بعد اقتحام مدرعات سعودية مكان اعتصام محتجين في منطقة بجبال فرتك وإطلاق النار عليهم ما أدى إلى مقتل اثنين وجرح ثالث من المناهضين لانتشار القوات السعودية في المحافظة أجبرت ميليشيا الانتقالي المدعومة اماراتياً صيادين في محافظة أرخبيل سقطرة على مغادرة مواقع الاستياد ومنعها من بيع الأسماك في منطقة نوجد وقال الصيادون محليون إن عناصر من الميليشيا بقيادة مهد الشقي منعتهم من الصيد وبيع الأسماك في نوجد وأعطتهم مهلة لمغادرة مواقع استلام الأسماك كما أجبرت عدداً من الصيادين على تسليم الأسماك لمصنع برايم التابع لمندوب الإمارات في الجزيرة خلفان المزروعي وأشار الصيادون إلى أن ميليشيا الانتقالي تقوم بتلك الإجراءات التعصفية ضدهم بينما تسمح لسفن أجنبية بنهب الموارد المحلية للجزيرة والتهرب من دفع العائدات المقررة للدولة وللشهر الخامس على التوالي منذ انقلابها على السلطات الشرعية في يونيو الماضي تواصل ميليشيا الانتقالي عزل الجزيرة وارتكاب عمليات نهب وتجريف لمواقعها وثرواتها الطبيعية والسياحية والسمكية لصالح الإمارات في جبهة نهم تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم الجمعة من صد هجوم لميليشيا الحوثي وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ونقل مراسل يمن شباب عن مصدر عسكري بأن ما لا يقل عن ثلاثين عنصرا من الميليشيا لقوا مصرعهم وأصيب العشرات بنيران الجيش والمقاومة فيما دمرت مدفعية الجيش وطيران التحالف أربعة أتقب وثلاثة عربات وعددا من الآليات والمعدات القتالية وتخوض قوات الجيش مسنودة بالمقاومة معارك مستمرة لدحر ميليشيا الحوثي على امتداد مديرية نهم شرق محافظة صنعاء وسط خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف الميليشيا تتواصل المعارك العنيفة في عدد من الجبهات الغربية والجنوبية لمحافظة مأرب وسط خسائر تلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية وقالت مصادر ميدانية ليمن شباب إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة تمكنت من القضاء على عدة أنساق للميليشيا خلال الساعات الماضية إضافة إلى إحراق مخازن ذخيرة وغرفة اتصالات تابعة للحوثيين في الجبهة الغربية لمأرب وشهدت جبهة مخدرة غرب مأرب معارك عنيفة بمختلف الأسلحة عقب تصدي الجيش لهجمات حوثية وفي وقت استهدفت فيه وحدات من الجيش والمقاومة مواقع وتجمعات للميليشيا جنوب مأرب أعقبها مواجهات ضارية بين الجانبين وفي محافظة الجوف أحبطت قوات من الجيش والمقاومة محاولات لميليشيا الحوثي الإنقلابية لاستعادة مواقع خسرتها مؤخرا شمال المحافظة وقال مصدر عسكري ليمن شباب إن القوات أفشلت محاولة تسلل لعناصر من الميليشيا حاولت من خلالها استعادة جبال النابس في جبهة القعيف وأشار المصدر إلى أن مواجهات عريفة دارت بين الجانبين عقب محاولة الميليشيا الحوثية التقدم باتجاه جبال المطابق والربعة وبعض مواقع جبهة القعيف الاستراتيجية شمال الجوف أصيبت إمرأة وأصيب ستة مدنيين آخرين في انفجار سيارة كانت تقلهم بلغم أرضي زراعة ميليشيا الحوثي الإنقلابية في الجوف وقالت مصادر محلية إن سيارة عائلة الشيخ سعيد المظفري تعرضت لانفجار لغم أرضي زراعة الميليشيا في خط اليتمة وهم في طريقهم إلى نجران لزيارة ابنهم عبد الرحمن الجريح خلال مواجهات مع ميليشيا الحوثي وبحسب مصدر محلي فقد استشهدت والدة الجريح عبد الرحمن وأصيب ستة آخرون من النساء والأطفال بإصابات مختلفة صعدت ميليشيا الحوثي الإنقلابية من هجماتها ضد السعودية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عقب تهديدات أطلقتها باستهداف مواقع عسكرية واقتصادية حيوية في السعودية خلال الأيام المقبلة وكان التحالف العربي قد أعلن مساء الخميس عن اعتراض وتدمير خمس طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة للاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة وذكر التحالف في بيانات منفصلة أن حريقا اندلع مساء الخميس قرب منصة تفريغ عائمة تابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جيزان جنوب السعودية نجم عن عملية تدمير زورقين مفخخين مسيرين أطلقتهما ميليشيا الحوثي وسبق ذلك اعتراض وتدمير زورقين مفخخين أطلقتهما ميليشيا الحوثي من الحديدة لاستهداف الملاحة جنوب البحر الأحمر في حين تمكنت قوات التشكيل البحري بالمنطقة العسكرية الخامسة من إحباط هجوم حوثي يستهدف الملاحة البحرية في مياه البحر الأحمر قبالة سواحل حجة قال المتحدث باسم الجيش الوطني العميد عبد مجلي إن المهمة الفعلية التي باشرها عضو الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو في صنعاء هي الإشراف المباشر على بناء ميليشيات طائفية تدين بالولاء وتنقاد للحرس الإيراني وتعبث بهوية اليمن وأضف أن إيرلو يخالف منذ وصوله صنعاء القوانين اليمنية والأعراف الدولية وقال إنه ركز أنشطته على تجنيد الأطفال وإرسالهم إلى محارق الموت إلى جانب تجديده على استهداف الأحياء المدنية والمدنيين في مأرب وتعز والحديدة وقال مجلي في تصريح للشرق الأوسط إن إيرلو عدو حربي دخل اليمن وستتم محاكمته لتعديه على الأنظمة اليمنية والدولية ولا سيما أن وصوله تبعه تكثيف الميليشيا من إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة على المدن اليمنية ونحو الأراضي السعودية كما كثفت تجنيد الأطفال وإرسالهم إلى محارق الموت ودع المتحدث باسم الجيش الوطني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى سرعة تصنيف الميليشيا الحوثية منظمة إرهابية نتيجة الممارسات الإجرامية التي تقوم بها ضد المدنيين وفي السياق نقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر حوثية قولها إن وصول إيرلو إلى صنعاء جاء لترتيب وضع الميليشيا الإنقلابية قبيل الحوارات المقبلة المنتظرة لإنهاء الصراع وإحلال السلام في اليمن ولم تستبعد المصادر أن يكون ذلك التحول ضمن مرحلة جديدة متفق عليها مع أطراف خارجية سهلت وصول إيرلو مضيفة أن هذا التحرك من طهران جاء استعدادا وتحسبا لما قد تشهده الفترة المقبلة من تغيرات في خارطة الصراع في اليمن كما أكدت المصادر أن مرحلة جديدة داخل صفوف الميليشيا بدأت بإبعاد الحرس القديم واستبداله بوجوه شابة مع مضايقات لبعض قيادات الحرس القديم ومن من كانوا في صفوف الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وأبدت المصادر الحوثية مخاوفة جدية من مواجهة مصير القيادي البارز حسن زيد الذي تعرض للاغتيال قبل نحو أسبوعين في صنعاء وسط اتهامات بوقوف الميليشيا وراءها كشف وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح عن قيام ميليشيا الحوثي بإنشاء شركات سيارات لنقل البعثات الأممية وموظفي الوكالات الإغاثية وفرق العمل التابعة لها بهدف مراقبة حركتها وتأخير أعمالها لتنفيذ المشاريع الإغاثية والإنسانية وربطها بشكل مباشر بمصالح الميليشيا غير الإنسانية ودع الوزير فتح المنظمات والوكالات الأممية والدولية العاملة في المجال الإغاثي إلى كشف المضايقات والعوائق التي تتعرض لها من قبل ميليشيا الحوثي وتدخلاتها غير المشروعة في العملية الإنسانية وقال فتح إن استمرار الميليشيا في مضايقة المنظمات والوكالات الأممية والدولية العاملة في المجال الإغاثي يقوض العملية الإغاثية ويتسبب في تضرر شريحة كبيرة من سكان المحافظات غير المحررة والمعتمدة بشكل كبير على المساعدات الإنسانية وأكد وزير الإدارة المحلية أن مثل هذه الأعمال غير مقبولة وغير مبررة مجددا في السياق التأكيد على التزام الحكومة بتسهيل عمل كافة المانحين والمنظمات الأممية والدولية لتنفيذ مشاريعها الإنسانية في اليمن طالبت الحكومة الشرعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحرك على صعيد فرض عقوبات على ميليشي الحوث الإنقلابية باعتبارها من تعرقل وصول الخبراء الأمميين إلى ناقلة صافر لتقييمها وقال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي إن وضع السفينة يزداد سوءا مع مرور الأيام وفقا للتقارير التي تصل الحكومة وشدد على تحرك عاجل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والقيام بخطوات عملية نحو فرض عقوبات على الحوثيين واعتبر بادي تحميل المبعوث الأممي مارتيني غريفث ميليشي الحوثي مسؤولية عرقلة وصول الخبراء الأمميين إلى سفينة صافر بأنه أمر جيد وذلك في إحاطته يوم الأربعاء الماضي أمام مجلس الأمن وقال إن الحوثي يتعنت ويتهرب وما قاله غريفث لا بد أن تتبعه خطوات أخرى وطالما بات من الواضح أن الميليشي الحوثية هي من تعرقل فيجب فرض عقوبات على القيادات والمسؤولين الحوثيين الذين يعرقلون وصول الخبراء إلى صافر ثلاثمائة وستون معلما من المبرزين والمبدعين والمحررين من سجون ميليشي الحوثي احتفت بهم مدينة تعز تقديرا لدورهم في بناء الأجيال وتعزيز صمود الشعب اليمني في مواجهة المشروع الكهنوتي وتصدرهم مشهد البطولة والتضحية والكفاح يوم ليس كباقي الأيام يعيشه المعلم بتعز في عرس تعليمي نظمته نقابة المعلمين لتكريم ثلاثمائة وستين معلما ومعلمة نحن اعتبرناه منهج تعزيز للمعلمين من خلال اختيار عدد كبير منهم ليتم تكريمهم في مثل هذا اليوم استحمت قاعة الحفل بسعادة الحاضرين وفي مقدمتهم ثلاثون معلما غيبوا خلف قضبان الميليشيات الانقلابية ضمن حربها الممنهجة على التعليم نحن اليوم نعيش فخر واعتزاز بهذا التكريم الذي كرمتنا إياه نقابة المعلمين تعز نشعر بكل عز واختخار واعتزاز بعد المعاناة التي قضيناها في سجن الحوثي لمدة سنتين من الزمن قضيناها في تعذيب نفسي وتعذيب قسدي تنوعت قصص المعلمين وتفاوتت جهودهم المبذولة نحو التمييز غير أن وهيب الهورية وضع قلمه جانبا وحمل السلاح مدركا الخطر الحوثي على البلاد أصيب كرة وقاوم ألف مرة وانتصر في معركته في المتارس والمدارس ليقف اليوم وبيده الجريحة رسالة ماجستير بدرجة امتياس وقصة نجاح ما أشبهها بحكاية تعز مع الحياة هذا التكريم لفتة كريمة من نقابة المعلمين لأخواننا الذين هم في المتارس سواء كانوا مدرسين أو مقاتلين أو أبناء القيش الوطني سيخلط التاريخ هذه الدكرة وهذا التكريم هذا التكريم المميزين أنا حاصل على درجة الماجستير في الحماية الدولية لحق الإنسان في خلال الطرابات والتوتون الداخلية والأزمات الداخلية أشكر كل القائمين على هذا الاحتفال وهذا التكريم أيضا لتعز ولأبناء تعز أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم ألم أدية ألم أدية ألم أدية التعليمي ألم أدية التعليمي قسم يردده هؤلاء على إقاع الحرب مدركين أهمية موقعهم في كبح جماح المشروع الإمامي من خلال إنارة الأجيال ونقل تاريخ صنعوه هم خلف القضبان ومتارس الصف الأول لوحة فنية رسمتها إبداعات وتمييز 360 معلما خاضوا المعركة في المسيرة التعليمية بجدارة فنالوا شرف التكريم عبد العزة المحانية من شباب تعز طالبت اللجنة التحضرية للاتحاد العام للطلبة اليمنيين بروسيا وزارة الخارجية بفتح تحقيق عاجل في كل الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل السفير أحمد سالم الوحيشي وحملت اللجنة في بيان لها وزارة التعليم العالي مسؤولية المعاناة التي يتعرضون لها منذ شهر بسبب إجراءاتهم التعصفية بإسقاط المنحة المالية عن 13 من المبتعثين في روسيا كما حمل الطلاب السفير الوحيشي المسؤولية الكاملة عن كل الممارسات العدائية واللا مسؤولة التي قوبلت بها مطالبهم واتهمت اللجنة التحضرية للاتحاد العام للطلبة اليمنيين بروسيا السفير الوحيشي بالعمل على شق الحركة الطلابية وبث الفرقة ونشر الخلافات بين الطلاب وتفريخ كيانات مشبوهة تعمل لصالحه وضد الحكومة الشرعية والطلاب غابت مشاريع الدولة عن مدرية القبيط الواقعة بين محافظتي لحج وتعز فحضرت المبادرة المجتمعية لتشق وسط الجبال طريقا للحياة وتنتزع الأمل من قلب الصخر نتابع حين غابت الدولة حضرت أيدي أبناء البلاد وحين تقاعست الجهات الرسمية كانت السواعد السمراء تشق درب المستحيل لتصنع طريقا لأبناء منطقة القبيطة شمال محافظة لحج مبادرة مجتمعية تبنت إعادة تأهيل طريق الرماء ثجان شرار الذي يربط عدة مناطق أبرزها طور الباحة وكرش بالقبيطة ومناطق جنوب تعز وهو طريق غير صالح لمرور السيارة والمركبات كما يقول الأهالي المنطقة بحاجة ضرورية إلى هذه الطريق ورأينا هناك تعاون كبير من قبل الناس في هذه الطريق تعاون الجميع من أجل إيصال هذه الطريق إلى هذه المنطقة لأن هذه المنطقة كانت محرومة من المشاريع وأيضا كانت محرومة من هذه الطريق لأنها كانت تعتبر شريان لحياة لهم نشكر بالمناسبة في المقدمة الدكتور ياسين عبد العليم الغباطي ونشكر أيضا أمين عام المجلس المحلين على خالد فارع ونشكر هؤلاء المبادرين الذين ترونهم في كل مكان معاناة طويلة عشها أهالي المنطقة لعقود وحياة تشبه حياة سكان العصور الغابرة فما يحتاجه الأهالي لا يصل إليهم إلا على ظهور الحمير أما المرضى فيحملون على الأكتاف في طريق طويل يمتد من بطن جبل شاهق وتعرجات ملتوية تعبنا نكدنا خلاص شيبنا ونحن نحمل أوزارنا وأمتعتنا ومرضانا على ظهورنا طيلة هذه الفترة هذه الطريق تعتبر شريان الحياة معاناة دفعت هؤلاء لينحتوا من الجبل طريقا وبعزيمة فولادية تمكنوا خلال ثلاثة أشهر فقط من صهر الصخور وتعبيد طريق كان يبدو حلم تعبيده حتى الأمس معجزة صعبة الحدوث الآن نحن نوري للناس الموجودين في المنطقة والناس خالق المنطقة لأن اليمني ممكن يغيروا أقول وحده من غير معونات خارجية ولا دولية ولا حكومية حتى الحكومية لأن إن شاء الله لما يفضلنا بيجوا يساعدون لكن الآن نحن نوري للناس أن المنطقة ممكن يقوم بالعمل الآن هذه القرى كلها التي تحتنا هي ما شفوش سيرة طوع عمرهم ولعل ما صنعه أبناء هذه المنطقة يعيدنا إلى عزيمة اليمني القاهر للظروف الباحث عن بريق أمل في قلب الصخر الأصم اليمني المكافح المخذول وسليل حضارة عظيمة قادر على صناعة المستحيل إذا ما توفرت له الإمكانيات ووجد القيادة المناسبة دعا مشاركون في ندوة حول تجريف ميليشيا الحوثي الإنقلابية للهوية الوطنية إلى مقارعة الأفكار الحوثية المستوردة وتوحيد الصف الوطني لمواجهة مشروع إيران وإسقاطه كما شدد المشاركون في ندوة لمؤسسة القلم التنموية بمأرب على الاهتمام بالمعركة الثقافية في وجه التجريف الحوثي للهوية الوطنية وسعيه إلى تدمير الجيل ومسخ العقول وقال المشاركون في الندوة إن الميليشيا تعمل على ارتكاب مغالطات تاريخية ودينية ووطنية وتوظيفها في حربها على اليمنيين كما تعمل على تشويه الرموز الدينية والثورية واستبدالها بقيادات الميليشيا ورموزها وتم في الندوة استعراض أوراق عمل حول مظاهر تجريف الميليشيا للهوية وواجب النخبة في مجابهة الأفكار الهدامة للإمامة مؤسسة القلمة التنموية في هذا اليوم هذه الندوة وهي جزء من أنشطة المؤسسة هذه المؤسسة الرائدة التي تبنت القيام بحماية الهوية اليمنية ضمن المؤسسات الوطنية التي تعمل في هذا الشأن ونحن نؤكد أنه على اليمنين أن يتنبهوا إلى أن الميليشيا الحوثية لم تشن حربا فقط عسكرية وإنما شنت على اليمنين حربا شاملة عسكرية وسياسية واقتصادية وحربا على الهوية اليمنية وهي الحرب الأخطر وهي المعركة الأشد رياضيا يواصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي التلال استعداداته لدوري الدرجة الأولى المقرر انطلاقه قريبا بعد إعلان الاتحاد العام لللعبة عن عودة البطولة وبدء الأندية بالتحضيرات للموسم المقبل المزيد من التفاصيل عن استعدادات التلال في سياق تقريرنا التالي حصة تدريبية مكثفة يقيمها الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي التلال استعدادا للموسم الجديد المقرر أن يشهد عودة دوري الدرجة الأولى المتوقف منذ ست سنوات بسبب الحرب التلال بدأ تحضيراته استعدادا للدوري بتعزيز صفوف الفريق بلاعبين متميزين حيث وقع مع المدافع عبد الكريم الشرعبي القادم من أهل تعز ولعب الوسط الدولي محمد بقشان والمهاجم حسن العنبري كما جدد عقد لعبيه المتعلقين ليظهر الفريق في الدوري بأفضل مستوى ممكن ويتولى قيادة الجهاز الفني للتلال المدرب الوطني جمال نديم ومساعده نور الدين عبد الغني ومدرب الحراس الكابتن عبد الوهاب كوكني والذين يبدلون جهودا كبيرة لرفع مستوى لياقة اللاعبين قبل انطلاق الدوري نحنا مشينا بخطوات تابتة والآن نحنا في مرحلة نحنا ندخل مباريات الودية ومليح البطولة اللي يقيت في 14 أكتوبر نعتبر نحنا طبعا مباريات الودية هذه لنا ومن نحنا نخليها انطلاقها من 14 أكتوبر هي مباريات الودية إلى بدء الدوري العام والذي نتمنى أنه متأخرج تزيد من لازم هذا الدوري طبعا نحنا مستعدين إن شاء الله بدي شباب كويسين بالفريق تطعيم بعض اللاعبين عناصر الفريق أخرى وما زال مفتوحة مليات التطعيم هذه ويكثف الجهاز الفني الحصص الضريبية والتمارين إضافة إلى لعب مباريات ودية للوقوف على مدى استعداد اللاعبين لخوض المباريات في الموسم الجديد وتسعى الإدارة الجديدة لنادي التلال والجهاز الفني للفريق للاستعادة أمجاد النادي في كرة القدم وإرضاء جمهوره المتعطش للألقاب في مختلف البطولات كل هذه الإقراءات اللي نقوم بها هي كلها استعدادات للدوري العام اليمني الذي سيقام قريبا إن شاء الله ونعدل جماهير بإذن الله أننا سنكون عند الثقة ونتمنى التوفيق إن شاء الله بالتلال حانا تيار بدأنا استعداد ما يقارب لنا شهر نص استعداد للدوري التنشيط القادم وكذلك مباريات ودية وبطولات فرعية مثل المناسبات حق 14 أكتوبر ولدينا مبارا قادمة ضد وحدة عدان إن شاء الله ستكون تحديد لهم والسؤال الفريق وإمكانياته والمعرفة النواقص والمكاسب اللي يكسب لها الشهر والنص اللي كنا بفترة الأعداد ورغم أن الموعد الجديد لانطلاق الدوري لم يحدد خاصة بعد انتهاء الموعد السابق الذي أعلنه الاتحاد العام لكرة القدم إلا أن التلال ومعظم أندية الدرجة الأولى يواصلون استعدادهم للموسم المقبل على أمل أن تعود الحياة للرياضة اليمنية بعد توقفها خلال السنوات الماضية ختام نشرتنا نذكركم بعنوينها الجيش الوطني يصد هجوما لميليشيا الانتقالي في أبيان معارك عنفة في مأرب والجيش يدمر مخازن ذخيرة وغرفة اتصالات للميليشيا واتفاق الرياض في مهب الفشل منذ عام كامل دمتم وادام اليمن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة